السلام عليكم ورحمة الله الإخوان والأخوات نعود إليكم من جيد كيف كان عرفوا أن العديد من الإخوان أو الأخوات في هذه اللحظة ستسمعوني ناوين على واحد الهجرة ستسمعونها الأوروبا يعني الحاليا كي سمعني هذا السيد الأخت هذا الأخ بغي يهاجر الأوروبا بأي طريقة كيف كانت أعطيكم بعض النصائح التي تستطيع أن تنفعكم أولا إذا كنت ستأتي يعني ماشي قانونيا حاول تفادى الهجرة يعني في فصل الشتاء يعني تقدر تلاح في واحد القنط وما تعرف رأسك ما يضاير بك إذا كان الحال شو يسخون على الأقل لا تبقى عايش لأن البرد مؤخران ثانيا كانت عدة طرق للهجرة كانت الدراسة كانت جواج كانت جواجة معقول حيث كانت جواجة يستطيع أن تستطيع 30 فريال 150 أورا في شهر أنت لا تشعر وأصلا لا تستطيع أن تكون لديك فإذا كنت ترى هذا الفيديو وكذلك 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 تحاول تنقي حياتك لأن هذه البلاد يجب أن تستطيع وكذلك 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 أو ثالثة أو 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 حاول على الأقل تجمعك 500 أورو من أولا لا أعرف ما يمكنك على الأقل لا أعرف ما يمكنك من أولا تحرك على الأقل شهر الأول أو شهرين الأول ومشيت تضربها في سمانة وتقلص بدأت توفينها يعني حاول تقتصد عليها باش تزيد لك شوية ديال الوقت قدم ما طولت لك هذه 500 أورو قدم ما أنت عندك مازال البيبان مفتوحي لك لأنني ما قمش عندك فلوس صغيرة ستوليها حال فمك و تشوف الناس خامسان أو ساديسان أو سابعا كما قلت لكم حاولوا تقصدوا البلدان اللي فيهم الخدمة يعني غادي مثل واحد المدينة أو واحد البلاد مدينة حاول دير واحد البحث على الحي المنطقة اللي ينتافيها ما هي السكان ما هي الخدام اللي فيها اه جوجل عمك جوجل غادي يقول كل شي حاجة أخرى عاو تاني إلا قدرت شي ما تكونش استرباي ما تكونش مغني ما تكونش ما تكونش ما تكونش تبيع و تشريه هذا الشيء ستفعله من فوق الشبع هنا بلاد تمارة بلاد الخدمة يعني خاصة تكون عندك حرفة إذا كانت عندك حرفة من الأول ستتخدم لا تبقى تبيضاري ستزرجك من البيضار ستزرجك من البيضار ففهمتون ما أريد أن أقول لكم ستزرجك من البيضار لأنه عندك حرفة ستتخدم يكون عندك البني يكون عندك جليج يكون عندك حلاء نستطيع أن أقول لكم سباغ ستجد صعوبة لأن هناك أغلبية لا نقول لك أغلبية ستجد المرأة والراجل ستجد سباغ سباغ خامساً أو ساديساً أو سابعاً يعني إذا كانت عندك حرفة ستجد هذه البلاد شطرك الله خلي عليك البلياء وتباعدك الخدمة التي عندك عندك خدمة تتعرف تديرها وصلت إلى هنا انترنت صدت سيفة للناس سيفة لا تقول لك عيت ولا حبست لا تقوم بسبب الوراق ستجد في المغرب ستجد أن تقوم بإمكانك فريد أن تقوم بإمكانك ستجد هذه البلاد ستجد هذه البلاد وصلت هنا ونشط الوراق ونأخذها الله أدعو أن نشط الوراق لا يوجد شيء لا يوجد شيء لا يوجد شيء ستجد الوراق المهمة في هذه البلاد هي الخدمة لا تقوم بإمكانك الوراق لا تقوم بإمكانك الوراق من بعد يقول لك أي أخذ السابق مع السابق سوف يحصل لك أو عمل الإنترنت أو لديك أو لديك المهمة في الدار لديك المغرب وإن أنه يخرج ولكن أنهم لم يكن لديك المغرب وكذلك سوف يتـخدم ونرى أن تدخل في المغرب لا تقوم بمتابة كيف فعلتني أحاول تقوم بإمكانك نحاول أن تضيف لا تنسوا ان تقطعوا البليلة و تبعوا طريق الله من شاء الله سوف يستريكم الله و لك يسين حاليا في كونتراب تعلم حرفة لما لديك حرفة في يديك حاول تعلم هذه القيامات تعلم الحرفة و تعلم اللغة حاول تكسب حرفة لكي تفتحك الحرفة مهمة لكي تكون لديك حرفة تحبس او يكون لديك البرمية و تأخذك البرمية و تأخذك البرمية و تعمل بها ولكن تخذك اللغة و تدخل لديك البرمية فهمتنا اخوان نتمنى الفيديو يعجبكم اشتركوا و اشتركوا لايك لكي تعمل الفائدة سمحوا لي و نعودوا اليكم من هنا القدام بفيديو جديد السلام عليكم الحرفة 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 و اقطعوا البليا شاو